سيد الوزير موقف الحكومة برسول برح على هورس كولير والاستقالة ديالو ماذا تقول؟ ما الحكومة في هذا الموضوع؟ أولا المغرب عبر ببلغ رسمي لوزارة شعور الخارجية وتعاون دولي عن كونها أخذ علما بأسف استقالة المبعود شخصي الأمين العام للأمم المتحدة هورس كولير كان بالنسبة إلينا في البلاغ مناسبة للتنويه والإشادة بالجهود والأداء المهني الذي بذله المبعود شخصي الأمين العام للأمم المتحدة في نفس الوقت أكدت بلادنا عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي أيضا عبرنا عن الالتزام مرة أخرى بالعمل من أجل إيجاد حل سياسي براغماتي واقعي متوافق عليه دائم عبر صيغة الحكم الداتي الحكومة خرجت بمرسوم حول القمح والصيراد ديره اليوم صدقت الحكومة على رفع الرسم للصيراد على القمح الطري من 30% إلى 135% بدءا من فتح يونيو 2019 هذا المرسوم جاء أولا بعدما لاحظنا انخفاض نسبه في الأسعار للقمح المستوى العالمي وأيضا المخزون الموجود عند المصدرين العالميين مما سيؤدي في حالة تطبيق الرسم الحالي اللي هو 30% إلى أن تكون الأسعار جد منخفضة وهذا الأمر سيينعكس سلبا على تسويق المنتوج الوطني لفلاحين المغاربة بالتالي من أجل حماية المنتوج الوطني وكما درجنا على ذلك في السنوات السابقة تم اتخاذ القرار لرفع هذا الرسم من 30% إلى 135% حاليا المخزون إلى غاية منتصف أبريل الماضي المخزون الوطني وفي حدود 17.7 مليون قنطار بما يغطي حاجيات 4.5 أشهر بالنسبة للمطاحن الصناعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر